ايه زيكم عاملين ايه فيديو جديد النهاردة حلو جدا جدا ومختلف شوية عن حاجة حلوة انا جربتها هنعمل لايك سابسكرايب فاصل صغير هنرجع على طول ما تنسيش يا روحي اللايك سابسكرايب علشان يوصلي كل حاجة ما تنسيش اقول او الكل زي ما انت عاوزة فاصل صغير وارجعلكو على طول فخليكو معايا بعد الفاصل النهاردة هنتكلم عن مية ورد لاروز بصوا اي نوع مية ورد حلو ماشي بس فيه انواع بجد بتبقى حلوة جدا جدا يعني فانا النهاردة هتكلمكم عن مية ورد اللي هي لاروز دي معمولة من ورد الجوري حلوة جدا بتنظف لها استعملات كتير قوي قوي النهاردة بصراحة هتكلمكم عنها دي بقى جماعة احسن مية ورد ممكن تستعمليها في حياتك كلها اللي هي مية ورد لاروز دي هتخلي وشك والله كده بينور يعني وزي ما بيقولوا كده القطنة ما بتكدبش مية ورد لاروز بقى اقوى مية ورد وتونر في نفس الوقت انا بقى حبها وبجيبها عمتا علشان تونر لان احسن نوع تونر ممكن تستعمليه تكون مية ورد فمية الورد دي عجبتني كمان نهاية من ورد الجوري وفيها كمان فيتامينات ومعادل مهمة جدا جدا علشان بشرتك وتطلع بشكله لك حلو جدا مية ورد بقى بتاعت لاروز ايه مزتها انها بتخلي البشرة نضرة وحيوية جدا بتقلل من المسام الوسعة المستفزة اللي كلنا بنوع نقول ايه ده انا وشي عامل كده ليه بيفتح البشرة حلوة قوي بصراحة من اول مرة كمان مية ورد لاروز حلوة قوي ان انت ممكن تستعمليها كبديل الميكاب رموفر اللي هو بيشيل الميكاب حلوة كمان ان هي بتشيل الاوسخ والاتربة من جوة البشرة بالقطنة حلوة ان انت تستعمليها قبل النوم وفي اي وقت حلوة جدا جدا قبل ما تنامي كل يوم اغسلي وشك باي رسول عندك وبعد كده اطلعي بقى بقطنة وتروحي مسحة بوشك بصوا هو لونه على بينك كده اهي الازازة من تحت اللي هي لون الورد الازازة كبيرة يا جماعة مش صغيرة ب30 جنيه تمام هي ميتين وخمسين ملي هتلاقيها بقى مكتوب عليها ايه انا كمان هقرلكو اللي مكتوب عليها اه يمنح البشرة نضارة حيوية بيقلل من زهور المسام الوسعة وبيعيد توزنها اه يعتبر ماء اللاروز منظف متكامل لازالة الاوساخ وتنظيف الوجه اه تعمل اللي هي اللاروز دي اه على التقاط الاوساخ والملوسات اه كما يفعل المغناطيس ويضع على قطنة اه ويمر على الوجه وينزاب جميع الانواع بصوا بقى انا اه كنت بستعمل ماء ميسلور تمام اه ورايه لكو برضو لحظة يعني انا بستعمل ماء ميسلور دي طريبا قرابة تخلص هي مش غالية خالص انا بجيب الصغيرة ديت اه مش غالية حلوة جدا بس الفكرة نفسها برضو ان انت هي هي برضو بس اللي حابب يعني انا بحب استعمل واجرب كذا حاجة اه اه فكرة الماء تورد لاروز نفس الحكاية ان هي اه بتشيل اوساخ وبتشيل اللي الحاجات اللي هي بتبقى جوة المسام اه فدي برضو عم عندكش دي وخلصت فممكن تستعملي دي او تخلي اللي اتنين اه عندك اه حلو انا بحب ان انا ابدل دايما فعجبتني بصراحة بصوا كمان الغطا بتاعها عشان ما تنزلش كتير بصوا فعجبتني برضو نفس فكرة دي اهي تمام انا مش بقارن انا بس بوري لكم بس عندكش دي ممكن تبقى عندك ده او تخلي عندك لاتنين فالاتنين اه فيهم نفس الفكرة فبصراحة عجبتني قوي دي مئتين ميلي وقولتلكم هي مش غالية هي بتلاتين نفس الحكاية دي برضو مكنتش غالية دي مش مكاملة اربعين جنيه او باربعين جنيه اللي هو مئمس للار بتاع جارنيه بس دي ميلي فعجبتني بصراحة اه ودي كانت تجربتي عنه فقلت ان انا اقولكو عليها فعجبتني اوي ان هي كمان بورد الجوري وجد حلوة اوي وعجبتني اه ورحيتها حلوة اوي وده كده جميل انا انا من ناس اللي تستفز شوي من رحة الورد مش بحبها بس اه رحيتها مختلفة يعني عجبتني ان هي رحيتها مختلفة وبعدين بحاجات بسيطة جدا على القطنة بتشيلي بيها تمام فعجبتني في كده اه ده كان ريفيو النهاردة ياريت اكون في بطوكو اشوفكم في بيديو قديدو اولو قدلواتي باي بوي